موسيقى 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 السلام عليكم معكم محمد الدباط طالب الدفع الثلاثة وعشرين باذن اليال اليوم راح اشرح لكم محاضرات بكتيريال برزنتيشن نبدأ عندنا هنا شنو راح ناخذ في هذه المحاضرة باذن الله فهذه المحاضرة في البداية اول لنرق ابجكتف عندنا ايش طبعا راح ناخذ الطريقة والب طريقة عشان يتعرف على الانتجن ليش لازم في طريقة معينة عشان هالطريقة المعينة هذي يعني مثلا انتجن ليش مبعرة طول السل تتعرف على الانتجن وخلاص ليش في هالطريقة المعنقدة هذي راح ناخذ ليش اوه اوه في عندنا مليكولز جدا مهمة في البرزنتيشن اوه اوه هذا يقول لنا ما روح مبيون يعني رح ناخذ الـ MHC الـ Structure حقه وانا عندي كلاس 2 الى الاخرة نزل نجي نبدأ او ما خلطنا اوكي خلنسكب هلاشي هذي نبدأ عندنا Terms to be familiar عندنا هنا Terms اللي راح نأخذه او راح تتكرر علينا في هذه المحاضرة نجي نشرح الترمز هذي عندنا في البداية MHC Molecule الـ MHC هذا Molecule شنه هذا اللي هو Major Hestocompatibility Complex ماذا ساوي هالكمبلكس هذا وش فايدته Very Important For Antigen Presentation يعني راح نشوف طبعا هنا فقط للترمز مو بالوظائف يعني ما راح ناخذ هذا وش فظيفته لكن راح نجي لهم تحت كلهم بالتفصيل روتين present on the surface of cell نزين يعني هذا surface of cell وهذا يجي كذا ويسوي presentation حق الـ Antigen راح نجي تهد عندنا ABC اللي هو Antigen Presenting Cell عندنا Lymphocytes وعندنا Follicular Dendritic Cells Cells that process and disable أنتجنا To T-Lymphocyte لو تلاحظون هنا أنه قال لنا To T-Lymphocyte ليش؟ لأن الـ Antigen Presentation يكون فقط للـ T-Lymphocyte ما يكون للـ B-Lymphocyte الـ B-Lymphocyte على طول تتعرف على الـ Antigen ما تحتاج الـ ABC أو الـ Antigen Presenting Cells عندنا هنا Nive T-Lymphocyte اللي هو T-Cells that haven't come in contact with Antigen عندنا هنا Co-Stimulation and Co-Stimulatory Signals Additional Signals required for T-Sell Activation يعني T-Sell إذا ارتبط بالـ T-Sell إذا ارتبطت بالـ ABC مو بشرط على طول أنها تتفاعل لا، مو بدائما تتفاعل على طول يعني في بعض الـ Antigenات إذا ارتبط فيهم T-Sell ما يكفي يعني ما يعطي ما يعطي القوة اللازمة للـ T-Sell عشان تتفاعل فنحتاج Co-Stimulation and Co-Stimulatory Signals هالسيغنال ذلي رح يساعدون على أن T-Sell يصر لها Activation عندنا هنا Clonal Expansion Clonal Expansion اللي هو الـ Profileration of particular Clown of Lymphocyte أنتجنا specific Lymphocyte يعني عندنا طبعا Clown of Lymphocyte كل Clown of Lymphocyte specific for Antigen انتجن specific لـ Lymphocyte يعني إذا مثلا في جسمنا عندنا خمسة مليون Clown للـ Lymphocyte فكل Clown حق ذلك يعتبر حق أنتجن معين فهنا Profileration of particular Clown يعني الكلون هذا المعين لحق حق الأنتجن الفنالين بيصير لـ شي سمونا بيصير لـ Profileration يعني مو بكل لون و الخمسة مليون إذا لي بيصر لهم بـ Profileration لا واحد منهم إلا specific for specific Antigen لدينا السيتوكاين نعرف شون هو السيتوكاين أي يسمى The Cell Messenger Lymphoid Organ طبعا قال لنا دكتور هذا رح تأخذون محاضرة كاملة لكشر كامل عن Lymphoid Organ مع دكتور أسمه Organs or Lymphocyte or Accumulate Lymphocyte Recirculation أن Lymphocyte رح تدور يعني في الجسم رح تدور في الجسم وإلى آخرهم بديكم تتكرون الكلام هذا كلام جدا واضح يعني ما يحتاج طبعا فيه Lymphocyte Differentiation Clonal Prophilaration culminate information of effector cells and memory cells عندنا Lymphocyte Differentiation عندنا ذي Lymphocyte تصير كذا وذي Lymphocyte تصير كذا فإحنا عندنا كذا نوع عندنا T cell عندنا B cell فكل واحد منهم يصير لها T differentiation ممكن أن T cell تصير شنو ممكن أن T cell تصير Cytotoxic ممكن تصير خلبر وبرضو B cell يعني يصير لها differentiation فهين عندنا Lymphocyte إذا صار لها differentiation Formation of effector cells and memory cells Lymphocyte Lymphocyte which produce an immune response antibody producing plasma cells from B lymphocyte and cytotoxic lymphocyte and helper T cell from T lymphocyte يعني كلها لا شيء هذي اللي يعتبرون effector C cells or effector cells أوكي بينما الميموري cells لا الميموري cells من أسمها أنه رح تجي عن طريق Lymphocyte and Lymphocyte differentiates into long lived cells تتم ويوك سنين عادي اللي تتم ويوك سنين عادي هذا المهم يرسل أنها تكون عندها ذاكرة للمرض يعني إذا تعرضت للمرض أول مرة خلاص Lymphocyte يقومون لك memory cells علشان إذا جاءك المرض الثانية يصرون يدفعون عن أقوى وأقوى يعني لأن جاهم من قابل فشيسمونا and are responsible for secondary immune response يعني قلنا في المحاضرة هذه كل مرة شيسمها قلنا أن first or primary response ما يكون في memory cells من primary رح ينصنع memory cells يعني من بعد primary رح ينصنع شيسمونا ففي secondary رح يكونون جاهزين حسنا عندنا هنا lymphocyte rebroteri شين هو lymphocyte rebroteri total collection of lymphocyte specificities حسنا كلنا مساء عنا مثلا في الجسم لو كان عندنا خمس مليون كلون كل كلون specific for specific antigen حسنا Lymphocyte rebroteri هذه يعني الخمس مليون كلهم total collection of this all clon اوكي characteristics of adaptive specificity one log for one key يعني كل T cell لها antigen معين وهكذا diversity several logs for different keys يعني عندنا نفس ما تشفون هنا كل كفل وإلى آخر يعني يعني قاعد يعطينا معلومات هنا وعرفين clonal expansion and reactive to self keys تعتبر antigen يمكن عندنا خمس مليون مليون كل كلون من ذيلي specific for specific antigen فكل كل كلون من ذيلي أو كل cell من ذيلي رح يكون عندها specific receptor or distinct antigen receptor حق ال specific antigen اللي هي الخاصة فيه وهكذا فمثلا على سبيل المثال هذا ما أعطيناكم الصور الصور يبينون لكم أن السكرترية هذه حق حق المجرم هذا الشرطي هذا حق المجرم هذا الشرطي هذا حق فكل واحد لا شيء يعني لو تشفون أن الصور مو بنكررين يعني الشرطي هذا ما مسك حرميا يعني أسمن الفكرة همشي توصل الفكرة فهنا برضو نفس الشيء راح يعني طبعا الفكرة هنا الدكتورة أن الأول ما تشوف المنفوسايت الأنتجين ما راح تعرف على طول لا راح تأخذ يعني ها تقلط طالع كذا طالع ها ذا شنا أنتجين ذا شنا شسمونا فبعدين يصير ريكيقنايز ويعني خلاص تتعرف عليه و وش اسمه أكي المنفوسايت ريكيقنايز أنتجين باي أنتجين ريسبتر on their surfaces أكي فعندنا ريسبتر على الليمفوسايت هالرسبتر هذا اللي على الليمفوسايت راح يسوي ريكيقنايز أنتجين أكي فهنا نفس ما تشوفون الروسبتر وهذا على القفل هنا الليمفوسايت هذي القفل والأنتجين ريسبتر اللي هو الفاتحة المفتاح والأنتجين راح يجي يدخل في الروسبتر أو الفاتحة المفتاح أكي عندنا هنا أنتجين ريكيقنايشن باي بي الليمفوسايت حني قلنا في البداية يوم جينا للأرنينج أوبجكتف قلنا أن الانتجين بريزنتينج سل هذي فقط للتي سل أوكي لكن البي سل لا ريكوغانايز أنتجين باي منبراين باوند أنتيبادي انتيبادي عن ذير سيرفيس أوكي يعني ما راح يحتاجون إلى أنتجين بريزنتينج سل مبراين باوند أنتيبادي عن ذير سيرفيس ريكوغانايز أباي فارييتي أوف أنتجين روتين بوليسكرايد فات عند نيوكليك أسد هذي نقطة مهمة أو الثنتين ذالي نقاط مهمين هذا نفس ما تشوفون هنا عندنا يعني تركيبات على البيليمفوسايت على السرفيس حقها فعندنا هذا الميونيقلوبين ألفا والميونيقلوبين بيتا أتوقع ميونيقلوبين يعني أساميهم ذلك والممبرين ميونيقلوبين إن شاء الله نسمي ميونيقلوبين فأزبده أنه لازم تعرفون أن التيلينفوسايت عن طريق الأنتج بينما ذي لا في أشي عندها ممرين باون انتي باديز هل هذا راح يساوي الانتجن وبرضو ممكن يساوي حق بروتين ممكن حق بوليساكرايد ممكن فات ممكن نيوكليك أسد بينما لو جينا للتيسل لا فقط تساوي حق الببتايد أنتجن نجي هنا أنتجن ريكوكنيشن بايتيلينفوسايت قلت لكم السعب الببتايد أنتجن باون تو أنتجن بايتيلينفوسايت مح سي الامح سي ديس باي مح سي عندنا هذا التي سل وهذا الانتجن الانتجن عندها الام اج سي الام اج سي هو اللي راح يساوي الانتجن نفس ما تشوفون هنا الانتجن هو ماسك الانتجن على راس كذا عشان يعني كان يربط الانتجن يصير ما بين الريسبتر طبعا هذا تيسل الريسبتر التيسل الريسبتر يكون موجود على التيسل هو الريسبتر اللي راح يكون حق الانتجن يعني فهناس ما تشوفون التركيبة هنا عندنا الام اج سي الام اج سي يساوي الانتجن والانتجن راح يرتبط بالتيسي ار اللي موجود على وين على التيسل نكمل عندنا رول تي الانتجن وان الانتجن از برزنت باي انا انا اتس سرفيس و ام اج سي نفس ما قلنا تاوانية نفس نفس الكلام هذا هنا عندنا why does the immune system require a specialized system of antigen presentation for effective immune response يعني ليش عندنا كل التعقيدات هذه وكل يعني require specialized system of antigen presentation وماري شنو هلاش يذي ليش الانتجن may enter through anybody site anybody site عشان كذا يعني هو قاد الحين يذكر للأسباب اللي ليش يحتاج يسمونا فانتجن may enter through anybody site okay antigen specific lymphocyte has to come in contact with its homologous antigen should locate react a 7 okay فالانتجن specific lymphocyte احنا قلنا مساء عندنا كل مثلا الخمس مليون عندنا خمس مليون clone فالخمس مليون ذي كل واحد منهم specific for specific انتجن فعندنا خمس مليون انتجن فحيل صعب صعب ان فيعني معقد جدا ان تيسل المعينة هذي تسوي ركو جنويز حق الانتجن الخاص فيه لان فليش هذا مهم عشان لان عندنا تي سيل انواع جدا جدا مختلفة عندنا تيسل حق الانتجن هذا تيسل حق الانتجن هذا فلو ما كان فيه الانتجن البرزنتيشن هذا رح تكون فوضى فالانتجن البرزنتيشن هذا عشان يصير مور specific يصير دقيق ويضمن ان الانتجن هذا تجي تيسل المناسبة فهمين كيف مختلفة انتجن يحتاج مختلفة مختلفة انتجن سيتوزول سيتوزول و نيوكليوس في انتجن في الفيزيكال طبعا عندنا هنا نوعين في الانتجن رح نجيهم تحت يعني الانتجن اللي موجود في السيتوزول غير الانتجن الموجود في الفيزيكال اللي داخل السور الانتجن بعض الانتجن مار شنو الاس نيجز نيجز شنو الاس شنو الاس نيجز 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 المهمة ان الاس هذي مهمة حق ال نيجز ترياكت ت 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 يعني اعتماد عن ت ت ت ت ت ت ت ت ت نيجي نكمل فهذا عندنا هنا نوعين من الميكروب ممكن ان الميكروب يكون هنا نفس ما تشوفون هذا يعتبر سايتوزولك انتجين ممكن ان الميكروب يكون داخل نفس ما تشوفون هنا داخل هذا فيزيكل انتجن يسمونه يعني ان يكون داخل السل لكن محاط بال فيزيكل هذي وفي عندنا برضو اكسترسلير انتجن نيجي الحين نشوف شو سالفت دليه طبعا عندنا ال MHC class pathway عندنا different pathway حق ال MHC شلون يسوي presentation اوكي شلون يسوي presentation حق ال شلون يسوي presentation حق الانتجن طبعا ال pathway هذي يعتمدون على المكان ما الانتجن هذي احنا قلنا في مكانين يا اما طبعا ما عليكم من الكسترسلير علينا من ان يا سيتوزوليك يا فيزيكيلر الاكسترسلير ذي حق ال B احنا قاعدين نتكلم عن التيل حاليا فعندنا يا سيتوزوليك يا فيزيكيلر انتجن فهذا depending راح يصيد طبعا الدكتور ما فصل فيه واجد وداما الدكتور ما فصل فيه واجد ما اعتقد ان راح نحتاج نفصل فيه واجد فعندنا ال pathway الاول اعتقد اذا كان في السيتوزول هنا عندنا endosomes اوكي خلنكمل ما يحتاج نفصل فيه هذه قلنا الملكيور المساعد اللي هو ال MgC راح نحتاج MgC فهذا عندنا هنا ال انتجن بريزين تكسل عندها ال MgC class 2 وهنا ال T-C-R اللي هو T-C-R راح يرتبط بهذا وراح تتفعل عندنا ال T-C-R هنا عندنا موليكيول ذات بلاي كريتي كالرول انتجن اوكي نافس عندنا راح يعطينا ايوهم يعني الحين MgC موليكيول present on surface antigen is bound with MgC موليكيول on surface antigen MgC complex موليكيول on surface of A-B-C اللي هو هذا يعتبر complex يعني أنه موجود في antigen وال MgC هذا T-Lymphocytes recognize antigen only when it's displayed on surface of A-B-C with MgC هذه نقطة كررناها ولازم تعرفونها دائما ركزوا على النقاط التي تكرر يعني يشوفوا فوق ذكرنا هالنقطة هذه أكثر من مرة وهنا ذكرنا هالنقطة هذه أو مذكرة في السلايد يختلف ال-MgC من عندي غير اللي عندكم يختلف عن كل واحد تليمفوسايت recognize antigen only with MgC of same individual يعني لو جبت تليمفوسايت حقيني وديتهم حق بادي ثاني ما رح يتعرفون على ال-MgC حق البادي الثاني تليمفوسايت recognize antigen by TCR هذا TCR اللي هو TCL receptor نكمل عندنا هنا T هالبرسل وال T سايتوتوكسك شنه الفارق ما بينهم خلنا نجي نقول لكم هنا واتكن في موليكيول بلايز كريتكال رول ان انتج الريز موسايت هنا عندنا ال-MgC بلاي امبورتن رول وبرضو عندنا شيء اسم cd4 or cd8 cd4 or cd8 هذي بروتينات برضو يكونون بجانب الامجسي زي وما هو واضح قدامكم موسيقى امبورتن طبعاً موضوعنا لكن كمعلومة يعني مهم امبورتن رول امبورتن فور سي جنال ترانس داكشن يعني حق ترانس داكشن ايش انه راح يودي هذا مثلاً راح يودي ال اشارات او سي ترانس داكشن هذي مخذينها تقريباً في الجينتك ف عندنا يا cd4 يا cd8 اذا يعني في سيلز يكون عندهم cd4 في سيلز يكون عندهم cd8 السيلز اللي يكون عندهم cd4 هذي ال t هلبر سيل ومو عندنا نوعين عندنا t هلبر و t سيتو تكسك فاللي عندها cd4 تعتبر t هلبر واللي عندها cd8 تعتبر c سيتو تكسك و الى اخر مو الى اخر هذا خي بس وبس يعني هلخلص هذي سلايدا فهنا الخطوات حق الانتجين برزند اكسل شنو كيف راح تساوي وشنو العمليات في البدوية راح تسوي capture الانتجين تالي بروسس تالي برزند نجي راح ناخذهم فهنا راح يسوي للمكان المعين فهنا يعني هالصور هذي خربية الصلاحة بس اهم شي توصل لكم الفكرة اهم شي تكون مفهمين الفكرة هنا هذي كلها صور توضيحية لاتشلون هامها فهنا مثلا عندنا هذي الشيك بوينت اعتبر اوكي الشيك بوينت هذي تدور على مجرم تدور على شي سمونا فنفس الابيثيلي الحق انتجين تدور على شي تدور على شي سمونا فممكن بعدين تسوي لكابتشار يكابتشرونا فنفس الشي هنا رح تجي هذي الدندت ركسل وتكابتشر اللي هو الميكروب هذا فبعد ما تكابتشرا ش اللي راح يصير راح يصير بروسسسينج بروسسسينج هذا هنا يعني قيد البروسس يعني البروسس أنك تودي شوفوا بيودونا للمحكمة فهنا نفس الشي الدندت راح تمشي وتروح وين لل للمف نود عشان الليمف نود موجود الت سيل هناك عشان يقتل هذو وإلى آخر فهنا فانكشن اف دندت ركسل اتوقع هذي آخر سلايد خلاص نو فانكشن اف دندت ركسل كابتشر انتجين اكتفيت فاقو سيتوز رسيبتر اور ميديات اندو سيتوز يعني بكل اختصار راح تسوي كابتشر راح تبتلع تسوي كابتشر كابتشر تمسك تمسك لا تسوي لفاقو سيتوز اوكي بعد كذا get اكتفيت يعني إذا سوت لكابتشر ما راح تشتغل على طول لازم يصير لها اكتفيت 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 باي هلا شي هذي استوميولايشن ثرو تي ار لهو تو لايك رسبتر او بي ار ار لهو ال رسبتر هذا الباتر المر ايش وال سيتو كاينز هذي راح يسوون اكتفيت لل الدندتر سيلز إذا كابتشرت الانتجن طيب بعد ما يصير لها اكتفيت شي اللي راح يصير راح تتوجه الى اللمف نود ففي البداية عشان تتوجه او شلون راح تروح لللمف نود باي لوز أدهز نز يعني راح موف باي لوز أدهز نز بينما اذا ادخلت في اللمف نود طبعا فيه سيتات في اللمف نود شلون راح تروح للسايت اللي موجود فيه التي سيل يعني هي رايح تدور على التي سيل التي معينة حق لانتج هذا فكيف راح تروح للتي سيل المعينة راح اول شي تسوي اكسبرس لا دقيقة اكسبرس لوات ل CCR7 CCR7 هذا رسبتر هذا حق رسبتر يكون رسبونسبل او يستقبل الكيمو كاينز الكيمو كاينز هاي هذي جاي من جاي من التسل يعني التسل ترسل كيمو كاينز تدري ان الدندتر هذي جاي في الطريق فترسل لها كيمو كاينز عشان تسهل عليها تقول لها تظه أنا هنا سعالة تعالي لي انا في الجهة الفلانية هنا تعالي لي المكان الفلاني ف في البداية راح تدخل باللوز ادهز نس وبعد ما تدخل راح تتوي إكسبرس للشي هذي يعني راح تتوي الرسبتر هذا الرسبتر هذا مسؤول ان يستقبل الكيمو كاين اللي جاي عن طريق التسل بعد كذا بريزنت أنتجين تولمفوسايت يعني راح يصير نفس كذا وين هي نفس كذا يعني بتسوي لبرزنت عشان تتعرف عليه وتتفعل التيل المفوسايت وبس بكذا يكون خلصت الجزء الأول لأن تقريبا هذا اللي شرح للدكتور شرح لنا لين هنا بإذن الله يعني بإذن الله راح أشرح لكم جزء الثاني أو أتمنى استفدتوا يعني من الشرح وبرضو أتمنى أتمنى يعني إذا الشرح فادكم تقولوا ترى الشرح فادنا يعني لأن ما أدري أنا أشرح وما أدري يكون تستفيدون يعني من الشرح ولا وبس يعني ولدي عندما يسو على استفسار يكتب في القروب أو في قناة اللجن أو في التليجرام أو يكتب في الكومنتات وبس يعطيكم العافية الحسن نستمعوا ونشوفكم بشارك آني